أدانت مصر في بياننا صادر عن وزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق شعبي في العاصمة الصومالية مقدشيو وأصفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وعربت الخارجية في بيانها عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا الحادث المشين لأسر الضحايا متمني سرعة الشفاء لكافة المصابين المترجم للقناة